اشتركوا في القناة دولار الأمريكي على مدى الشهر الماضي حيث حققت دولار مكاسب هي الأكبر منذ شهر كانون الثاني من عام 2015 ليصل إلى أعلى مشتوى منذ عقلين من الزمن وهذا بعد أن رفع الاحتياط التدرالي الفائدة بخمسين نقطة أساس لكن نوعا ما شهدت دولار بعض التراجع الطبيب بعد أن فضرت بيانات الوظائف الأمريكية يوم الجمعة الماضي كان من المتوقع لبيانات الوظائف أن تظهر محفظة معدل البطالة إلى 3.5% لكن في الحقيقة صدرت البيانات وأظهرت بأن البطالة استقرت عند 3.16% وهذا نوعا ما ما قلل من قوات الدولار الأمريكي لكن بشكل عام لا يجب أن ننسى بأن مؤشر الدولار الأمريكي حاليا عند أعلى مشتوياته منذ عام 2002 واتنين مستفيدا من توقعات المزيد من الرقع بالفائدة في الاحتياط الفيدرال الأمريكي إلى الشهر المقبل بل على مدى هذه السنة كاملة نعم ساركيس يعني هذا الارتفاع في مؤشر الدولار هو يعني جاء بحسب تبرارات الفيدرال الأمريكي للحد من الارتفاعات الكبيرة في معدلات التضخم في العالم وتحديدا في الولايات المتحدة لكن هذا الارتفاع في أداء الدولار ألا يشكل ضغطا جديدا على اليورو مقابل أيضا التضخم يعني هذه تعتبر أداة ضغط جديدة على أسعار اليورو مقابل العملات الأخرى فعليا اليورو عانى بشكل كبير أمام الدولار الأمريكي وشهد انقفاضا بحوالي 4.7% على مدى الشهر الماضي مقابل الدولار حيث أن المركزي الأوروبي قد لا يرفع الفائدة بنفس الشرعة التي يقوم بها الفيدرال الأمريكي الآن ارتفاعات التضخم هي ارتفاعات عالمية ولا نستطيع أن نقول بأن التضخم مرتفع فقط في الولايات المتحدة في أوروبا التضخم أعلى من 7% وهو أعلى مستوى على الإطلاق لكن الضغط الكبير الذي واجهه اليورو ارتكز على الدولار الأمريكي لن مضرنا إلى سعر فرق اليورو مقابل الجنيه لو وجدنا بأن اليورو استطاع تحقيق بعض المكاسب خلال الأسبوع الماضي على الجنيه الإسترليني التي تعرضوا لضغط كبير كذلك مقابلين الياباني نجد بأن اليورو ارتفع لكن أمام الدولار بقي اليورو تحت ضغط كبير هنا يقارن المتداولون في الأسواق المالية داود جهات البنوك المركزية في الدول العظمى الفيدرال الأمريكي مقابل المركز الأوروبي المركز الأوروبي مقابل بنك اليابان وهذا ما يحرك أسعار الصرف في الأسواق المالية لأن توقعات أسعار الفائدة أيضا تغير من عوائد السندات مما ينعكس تأثيرها أيضا على أسعار الصرف فبالفعل يواجه اليورو ضغط كبير أمام الدولار لكن أمام الجنيه الإسترليني على سبيل المثال قل هذا الضغط ولا يجب أن ننسى أيضا تأثر اليورو بشكل كبير أمام الدولار بسبب التوترات الجيوسياسية شرق أوروبا والتي ضغطت في شكل هائل على اليورو خلال التقرى الماضية نعم يعني لاحظنا قرارات عديدة من البنوك المركزية في العالم اتجهت أو اتخذت نفس الاتجاه المتخذ لدى الفيدرال الأمريكي برفع أسعار الفائدة كيف أثر على باقي العملات؟ إن تحدثنا عن الجنيه الإسترليني تحدثنا عن ألياني الياباني وأضع عن الفراينك السويسري كيف تأثرت هذه العملات في ظل هذه القرارات؟ فعليا رفع بق إنجلترا المركزي الفائدة بـ 25 نقطة أساس لتصبح الفائدة 1% لكن الفيدرال الأمريكي رفع الفائدة بـ 50 نقطة أساس وعادة الأسواق المالية الآن تتوقع أن يرفع الفيدرالي الفائدة بـ 50 أو حتى 75 نقطة أساس أشهر المقبل وهذا بالتأكيد ما سيتجنبه بنك إنجلترا المركزي ليفقى بعض الضغط على الجنيه أمام الدولار أما بالنسبة لبنك الياباني المركزي والبنك الوطني السويسري أو المركز السويسري فحاليا يتوجه للحفاظ على السياسات التحديد الاقتصادي الغائل من خلال أسعار فائدة سلبية فكما نلاحظ إن الياباني ضعيف جدا أمام الدولار بينما لبنك السويسري روم أنه يشهد بعض الطلب كملاز آمن لكنه أيضا بشكل عام ضعيف أمام الدولار فهنا البنوك المركزية ليست كلها ترفع الفائدة فعندنا مثلا بنك اليابان المركزي بنك الوطني السويسري وكذلك بنك الشعب الصيني هذه البنوك قد لا ترفع الفائدة هذه السنة مقابل البنوك أخرى قد ترفع الفائدة تشمل فدرالي أمريكي بنك إنجلترا وأيضا البنك المركزي الأوروبي حتى ولو بشكل طاطف في المركزي الأوروبي نعم محل الأول أسواق مالية في إيكويتي جروب الأستاذ سيركيس نيزار شكرا لك على كل هذا الشرح الوافع شكرا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر